السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه ربنا يحفظكم جميعا يا رب بص بقى انا عملت فراخ بس اتهرب بقى لانا سبتها على النار حد ما تستوي قوي لانا عايزة كلها هي مسلوقة يعني بص الجمل تعالوا شوف بقى انا عملتها ازاي بطريقة سهلة وسهلة وسريعة وضيت يلا بينا انا جبت الفراخ اهي نطفتها لقعتها وشاقتها بصو باش هوق كلا اهي وشاقها برضو ايه من هنا شايفين اه طريقة سهلة جدا هنا محضرة ده جنزبيل وملح وفلفل سود وده اللي هو الورنف المطحون وده الحبهان ورق اللورة نقول لهم تاني اللي انا محضرهم جنزبيل ملح في الفرسود قلهم في المطحون وممكن تحط صحيح لو عايزة وعندك اه ورق اللورة وعندك ايه حباية من سيد خالص اقول لكم فيه هنا مستيكا اهي مستيكا طريقة سهلة وجميلة جدا وبسيطة هنا بقى محضرة بقى هنا ده فلفل رومي زي ما انتوا شايفين كلا ومع اه اه ده نصف الفلفل حامي احمر وعلى حسب الرقبة برضو فلفل عندك طماطم طوم بصر ده فلفل الوان فلفل رومي حتى اثنين فلفل رومي وعندي نصف فلفل احمر حامي فانا بحط الحامي قليل عشان الماء ده كده عشان الاطفال برضو وطماطم وطوم وبصر حلو الكلام هاخد برحة جدي كده هاهي وانزلها عليها وحضعتهم مع بعض يعني اه ما تعمليها هتعجبك قوي والطريقة حلوة وسهلة وصعاراتها برضو قليلة هاشيك بقى شوية كده في الطبق ده هنا بصو خلي دول كده في القرض هاخد بقى الفراخ هاهي كده نصيتها على بعض اخد بقى لانا نقصتو وحطو ايه فوق الفراخ بضعكها كده بيه حلو الكلام جيت بقى الزيت زتون اهو احط بقى شوية كده صغيرة وحنزل بربع كوباية مية مش كتير لانا الخضار ده كله هينزل ايه ميته تمام هعلق عليه على النار واخلي النار متوسطة ولا عالية قوي ولا وطي قوي وغطيها ونص ساعة كده وحجسها بالشوك بص انا حطيتها على النار وبصوا بصوا مستوي قوي ازاي انت ممكن تقليل السوى ده وتحطيها بعد كده في الفون بصوا خدت يعني بالضبط كده على النار متوسطة انجلون سيزيع لو انت بقى عايزة تحطيها في الفون تديد لون احمرار جميل كده وممكن تحط حبة صلصة كده تدهنيها وتحطيها في الفون هتدي لون جميل جدا اقولك السلام عليكم وحتى الله وبركاته فيديو جديد مع اكلة جديدة واسرع اكلة برضو هنعملها